مش لا اظن انا على يقين يعني اعرف احنا بنشغل ازاي وطريقتنا عاملة ازاي وكنا احيانا الواحد بيكون منفعل شوية زعلان شوية غضب شوية بيورو حاجات زيادة شوية اه اه بيطلع متعصب شوية انا نفسي طلعت في الازاعة تاني يوم المباراة اه اه قلت كلام كتير بس من ناحية الجانب الفني لكنه فجأة كده تلاقي القصة كلها ماشية في اتجاه وبعدين ايه هجوم 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 وفي المقابل اه مع اي حاجة مسلا لناحية تانية لا ممنوع ممنوع اللمس او الاختراب خالص يعني طب في ايه طب هو الموضوع في ايه يعني اه هي الحدوتة ايه يا جماعة نادي واخد دوري بقاله خمس سنين نادي اه اه ما شاء الله في نص نهائي البطولة الافريقية ومرشح بقوة بإذن الله انه وصل للمباراة اه النهائية نادي عنده ارقام ممتازة يقولك صالح جمعة خد مني بقى اسرار صالح جمعة صالح جمعة بعد عودة فيلر من سويسرا وهقولك قصة فيلر اللي انت بتعرفهاش الراجل اجتمع مع صالح وجاب حد كده من المسؤولين في جهاز الكرة يعني قال له صالح مفيش بيني وبينك اي خلاف خلاف الوحيد عندك انك لازم تخس عشان تظهر بشكل جيد انت عندك من خمسة لستة كيلو زيادة لازم تنزل ولازم تعمل برنامج هنا وبنعملك برنامج عشان تشغله عشان يبقى فيه خسية عشان تبقى جاهز عشان لما تلعب يعني اه تخرس السنت الجميع والحقيقة صالح احيانا بيبقى ملتزم واحيانا بيبقاش ملتزم ليس سر انه معظم اللعيبة بيروحوا جم بيشتغلوا لوحدهم بكل اللعيبة معظم اللعيبة في مصر بتعمل كده يعني زود ناحية بدنية زود ناحية مش عارف فورمة ايه زود حتة نقصة عنده هكذا يعني فالرجل طالب ده من صالح خس يا صالح هتبقى موجود مش هتخس مش هتبقى موجود بس خلاص ليس بيني وبينك اي خلاف فيلر نفسه ايه المشكلة اللي عند فيلر فيلر ما بعد الكورونا غير فيلر ما قبل الكورونا صح بنسبة مية في المية لكن ايه المشكلة اللي عند فيلر هقولك تلات حاجات الحاجة الاولى انه عند فيلر انه هو تخوف جدا من موضوع الكورونا وانه قاعدنا فترة طويلة جدا جدا كان ساعتها بقت كورونا شوية عالية والكلام كتير والناس والحمد لله احنا تقريبا تقريبا بلد تقريبا الحمد لله ما عندناش كورونا دلوقتي فضل الله سبحانه وتعالى بس انتوا عارفين الاجانب دايما شوية بيبقى عندهم حتة حذر زائد عن الحد يعني الى ان نجح الاهلي في توفير طائرة خاصة لنقله الى بلده فالرجل شعر بالاحترام والتقدير من النادي الاهلي هو مهزوز ارجع مرجعش قصة الكورونا لحدوت التهذيرات السيدة الفاضلة حرم وهم مرتبطين جدا فالير صغير جالوا عروض من اوروبا وجالوا عروض كبيرة جدا قالت له ما تخليك يعني احنا هنا كده اقمن واحسن وافضل خليك لكن الراجل قال له لا انا راجع لان انا عندي مشروع هناك ومشروعي المفروض انه ناجح وانا عايز اكمل هذا المشروع فهو جيه زوجته ما جاتش اسرته ما جاتش هو موجود فبالتالي من ساعة ما رجع وهو في حالة يعني صراع صراع داخلي مشغول البال زي ما بيقولوا يعني حاجة تانية عنده عروض من بعض الاندية في اوروبا لكنه وجد انه مع النادي الاهلي شغله كويس بس للامانة ما استعتش فرمت الزهنية حتى هذه اللحظة عشان يكون امين يعني ده بالنسبة لفايلر ادارة النادي الاهلي تحركت قعدت مع الراجل قعدت مع كابتن سيدة عبدالحفيز قعدت 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 اتكلمت قالت خلت سوت وفي النهاية اتفقوا انه اللي جاي حيبقى افضل الشكلة حيبقى افضل اللي عيبى نفسها حسب يعني ما قالولي يعنيها برقت يعنيها لمعت مرة تانية شافوا لا القصة لا عرضهم قدام امبي سيء قدام الانتاج سيء هما كسبوا اسوان سيء دم الزمالك سيء وحديكم شوية مفاجئات النهاردة في التحليل الفني لمباراة الاهلي والزمالك واعترفوا بهذا الامر وبدأوا يشتغلوا بشكل جيد وعندهم مباراة زي اقولك مباراة الجون او الاهلي بكرة صعبة جدا وبقى افتكر كلام صعبة جدا جدا المباراة اللي تيجي بعد اخسارة ومع ازمة بتاع بتبقى صعبة جدا والفوز فيها ازا تحقق بيبقى بصعوبة بالغة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر